طبعاً النهاردة ماتش مهم جداً قدام بيرامدس في مسابقة الدوري تعالوا نتكلم ولو لسواني كده بلغة الأرقام لغة الأرقام بتقول إيه؟ بتقول إن الأهلي لعب 9 ماتشات فاز فيه 8 ماتشات وتعادل فيه مباراة واحدة وعنده 25 نقطة ده وضع الأهلي في المقابل بيرامدس لعب مباراة واحدة زيادة يعني لعب 10 ماتشات فاز في 8 وتعادل فيه ماتشين وعنده 26 نقطة طبعاً الأهلي وبيرامدس كل واحد فيهم يعني لم يهزم حتى الآن في مسابقة الدوري والمباراة أهميتها إن هي يعني جاية بعد فوز إفريقي غالي جداً وصعب جداً على المريخ السوداني بعدما المباراة طبعاً راحت وجات أكتر من مرة وكمان قبل مباراة مهمة جداً وتعتبر يعني هي عنق الزجاجة فعلاً في المشوار الإفريقي أمام سانداون عشان كده المباراة النهاردة ماتش بيرامدس ماتش مهم جداً وليه أهمية كبيرة جداً عند كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وفعلاً هي خطوة مهمة لمواصلة الانتصارات طبعاً يعني إحنا اتكلمنا قبل كده كتير على ضغط المباراة ما بين مباراة محلية ومباراة قرية بجانب طبعاً اللعب مع المنتخبات بكلامي طبعاً بالنسبة للدوليين من اللاعبين لكن خلونا نتعامل مع الموقف زي وزي أي ظرف صعب بيعدي على النادي الأهلي وبيني وبين حضراتكم أكثر الظروف الصعبة اللي عد بها النادي الأهلي وفي صراحة في معظمها بيخرج دايماً الأهلي أقوى وأقوى بكتير كمان وأفتكر إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يعني عنده من الخبرة ما يكفي إنه يقسم مجهود اللعيبة النهاردة وطبعاً أكيد هيحط بقى في الاعتبار مباراة سانداونز موسيماني بيتعامل مع كل مرحلة على حدة وكل بطولة بيدخلها الأهلي بيكون مركز في هدف واحد فقط وهو الفوز بالمركز الأول والتتويج بهذه البطولة أياً كانت إيه هي البطولة اللي احنا بنتكلم عليها